اصدر رئيس تجمع القوى المدنية الوطنية الاستاذ سعد عاصم الجنابي بيانا حول ما يسمى بالاصلاحات الخاصة بقانون الانتخابات واصلاح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تعتبر استمرارا لمنهج التزوير والتضليل والتلاعب باصوات الناخبين وفيما يلي نص البيانة في كل مرحلة تمر على العراق منذ عام 2003 ولحد الان نتمنى ان يشهد الوضع في العراق ولو نقلة صغيرة نحو الاحسن في كافة المجالات ولكن ما يحصل هو انه بعد كل انتخابات تأتي حكومة جديدة مكبلة بقيود المحاصصة الطائفية والسياسية وتتحكم فئات معينة بمقدرات هذا البلد مما تسبب في تراجعات خطيرة على كافة المستويات والتي ادت تراكماتها الى انفجار شعبي وانتفاضة في عموم محافظات بغداد والفرات الاوسط والجنوب وذهب ضحيتها المئات من شباب العراق وعشرات الالاف من الجرحى والمعتقلين والمخطفين وكانت ابرز مطالب الثوار تتلخص في اقالة الحكومة واصلاح العملية السياسية وفي مقدمة ذلك مفوضية مستقلة وقانون جديد للانتخابات ان العمل على اعادة التعاقد مع الشركة الكورية التي تسببت اجهزتها ومعداتها بالفشل الذريع في المحافظة على اصوات الناخبين وكانت سببا رئيسا في حصول عمليات واسعة للتزوير وان التعاقد معها مرة اخرى يستهدف استمرار عمليات التزوير والتلاعب باصوات الناخبين كما ان يعادة توزيع مقاعد مجلس المفوضين على اساس المحاصصة الطائفية والحزبية يعني ان الانتخابات القادمة ستلقى نفس مصير سابقاتها في عمليات التزوير ولم يتوقف الحال عند ذلك بل ان توزيع الدرجات الوظيفية من مدير ورئيس قسم على الاحزاب وعدم اعطاء فرصة للمستقلين والكفاءات الوطنية في ادارة شؤون المفوضية سيفتح الطريق واسعا امام استمرار هيمنة الاحزاب الفاسدة وتحكمها بالقرار السياسي وخدمة دول خارجية على حساب مصالح العراق الحيوية ان عدم اقرار قانون الانتخابات في هذه المرحلة التي يعني اننا بعيدون جدا عن انتخابات مبكرة والتي هي مطلب اساس لثوار الانتفاضة التشرينية وان ذلك يقتضي من رئيس الوزراء حسم هذا الموضوع ووضع آلية جديدة لعمل المفوضية وباشراف شخصيات كفوأة ومشهود لها بالنزاهة وقدر على ان تضع حدا لعمليات التلاعب والتزوير وكذلك يعطاء مكاتب المفوضية في دول المهجر حيث يقيم مئات الالاف من العراقين فيها اهتماما خاصا واشرافا مباشرا على الانتخابات فيها ومعروف لكل العراقيين حجم التزوير الذي حصل في دول المهجر في الانتخابات السابقة اننا نحذر من استمرار منهج التسويف والاهمال لمطالب المنتفضين الذين اذا عادوا فسوف لن يكون الامر كما في السابق ونؤكد على ضرورة المباشرة بالاصلاحات الجذرية للعملية السياسية واخراجها من بودقة المحاصصة المقيتة واخذ مطالب العراقيين العادلة على محمل الجد والله من وراء القصد عاش العراق سيدا مستقله والرحمة والخلود لشهداء العراق الابرار سعد عاصم الجنابي رئيس تجمع القوى المدنية الوطنية